مغربية الحمية المالعمة تنظموا ندوة صحفية ندوة صحفية دخلة في إطار تعبئة لوقفة احتجاجية نحن نخبركم بها ونخبروه من خلالكم الرأي العام وقفة احتجاجية ستكون يوم السبت 21 سبت المقبل 21 على الساعة الخامسة الساعة الخامسة مساء أمام برلمان المغرب وقفة احتجاجية على قانون المسترى الجنائية وبالذات على المادة 3 التي تسعى لحرمان جمعيات المجتمع المدني وعلى الأقصى الجمعية المغربية الحماية المالعمة حرمان جمعيات المجتمع المدني من أنها تقدم شكايات تهم متابعة لصوص المالعم وما أكثر لصوص المالعم ما عرشت البلاد فين غادين واشباغين البرلمان دور المقبلة ديالو غايت تعقد فعوكاشة واقلة مشي في البرلمان اللي كتعرفو 30 أو ما يزيد على 30 اللي رنب عوكاشة دبا فين غادية هذه البلاد هذا الموضوع ديال الفساد فين غادين فين غاد نوصلوه فين غاد نمشيه هذه دولة تسير نحو الفشل نحو أن تكون دولة فاشلة لما سيلف وستكتمل طوق ديال الفساد ويلف جميع مفاصل الدولة حيث نحن نسير في اتجاه دولة فاشلة هاتشيلة رغا دياليه البلاد مع الأسف وأن ذاك ستتحطم كل طموحات المغربة من تنمية ومن تطور ومن تقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر